فإن شاء الله تعود وإن شاء الله أملنا في الشباب نحن نحاسي ما عايزين الكلام ده كله أو الحيات الحاسة كلها تنزل طموح الشباب نحن أملنا في الشباب الشباب يبدوها نحن أملنا في الشباب والشباب يبنوها يعني نحن عندنا خيرات وعندنا ما شاء الله موارد كثيرة جدا جدا فنحن ياريت الشباب دي كلهم يتكاتفوا ينسوا أي حاية ويقوموا إنشئوا نشأة جديدة كانوا بنفوش جديدة بقوة جديدة ويكون طموحا كله إنه يبنوا ولدهم دي اللي تهدد دي ده أملنا في الشباب إن شاء الله انتو بتسمعوا في الحلقة السادسة والأخيرة من بودكاست الحلو والمر معاي أنا تسليم دهب البودكاست اللي حاولت فيه أأنس تجربة السودانيين مع الحرب بجانب أربع ضيوف حجب نهوياتهم حفاظا على خصوصيتهم ساحداشر ووجع صباحا سنة من الخواء العاطفي والعائلة واللا مكان أنا عندي موطن والموطن هو أهلي يعني مش بيتي ما فيه حاجة وفاضي برجع ببنيه من الأول ما فيه السودان ده ما كعب فيه حاجات سمحة كثيرة شديدة أحيانا بفكر الفايدة شنو من الرجع للسودان إذا كانت فكرة الرجوع مثقوبة بالقتل والمفقودين الفايدة شنو من عشامنا بالرجوع لحياتنا قبل الحرب إذا كانت الحياة كلها تغيرت بشكل لا يمكن إصلاحه الفقدناهم والفقدناهم البقى علينا الكننا عايزينه يحصل الحصل أصلا كيف ممكن نتجاوز ده كله ونعمل فيها إنه كل حاجة تمام لم يسألت ضيوفي حترجع دي كانت إجاباتهم والله تسألهم مباشر زيادة على اللزم ما يكون مثلا نفسك ترجع لكي أخذ راحتي ما عشر مرات ما قاضي مش حاجة صعبة إجابة نفسها أرجع شديد ما في اتنين تلاتة من الحرب للليلة بتتكلم عن عشر أشهور كل يوم بحلم ما بحلم بتاع الرومانسي يعني بحلم بمعنى التمني لأ أنا بحلم لايك وأنا نايم يعني أن أنا هناك مثلا قاعد في دولة خليجية جاءت مطرة اليوم اللي أنا قاعد وهم بمطرتهم بدي في الشتاء فلما نومت وقمت حريمت بين مطرتنا هناك الخريفة حقنا فهي أنا بحلم كل يوم إنه أنا قاعد في خرطوم قاعد في بيتنا لقيت زول يتكلم عن شنو كذا بحلم بيا حاسي بيفقد مريع شديد حاسي بإني أنا ما منتمي للحاجات الحولي حاجات الحولي دي لكم دولة أنا سافرتهم ما حاسب لأنتي ما نهائي نفسي شديد رجع لكن ما حارجع ما حارجع يعني الحرب دي عملت خسارة بتاعت سنين بتاعت شغل طويلة جدا فيها مسائل مادي فإنت مهم ليش كالظروف العامة أنت تحتاج يمكن في الفترة دي أشوف مسألة بتاعت وطن بديل حد ما تقدر تقيف على كل عينك تاني تقدر توفر خدمات جاهزة لأسرتك من رعاية طبية من كذا من كذا إن شاء الله الحرب تقيف أنت لتبرسنت حالها هو الإجازة ممكنة حمشة أشوفها بلدي هكذا رجع أستقر راح أرجع زمانك أزاغ من غربة دي هكذا خلاص زي غربة بالجنب برجع لأكيد مطوالك وبعد ذلك أنا أنا ما عرفها أنا شخصيا حكبر أرجع رجع نهائيا لكن إنه وتأذر الاقتراف بتاعنا ده حاجة مؤقتة في نهاية إحنا لازم نرجع بلدنا أسألونتي I don't feel the same I don't feel إنه أنا بقدر أرجع وما عشان الاستقرار يعني البلد let's say إنه الأمن كان نستبد let's say إنه الأمور رجعت شوية شوية الخدمات الممتازة يعني كل الحاجات اللي إحنا متخوفين مننا حاليا رجعت لكن زي فكرة إنه ما بترجع للإكس عشان I don't want them to hurt you again أنا خايف أرجع لسودان ويقع لجراحني تاني وأنا لا تستحمل ما بقدر ما بقدر يعني إنه أنا الكسرة اللي تكسرتها هدي أتكسرتها يعني إنه في عدم ثقة عدم ثقة في في الحيحصل في البلد مش إنه أنا ما بحب أنا حظر بحب بلدي forever بس أنا ماذا رأي أكون قاعدة في في حالة عد زعزعة و حالة نفسية بتاعة عدم ثقة إنه بقرح يحصل شنو أسه ممكن آتوا في نور تاني مكر ينقلاب تاني فلان يقرر تاني عساكر يقوله تاني جهة تعمل أسه ممكن أسه ممكن أسه ممكن إنه إنه أنا أنا أكون جاعدة أحب إليه في زول ما بحب إليه أسه ممكن أسه ممكن إليه لكن دائما كان بضربنا على راسي ما حصل مرة قال أوكي تعال أنا حط طبع عليك كل ما أتذكر إنه أنا في النهاية أنا أزول بقول الحمد لله إنه إحنا في قصة التعليم في قصة في قصة أنه يعني انفتاح على العالم الخارجي أزول حسب نفسه شديد لكن برضو السبب ما إنت ممكن برضو تحمل يعني الإيجابيات اللي أنت فيها دي كلها لنفسك جزء منها كبير رضي على وطنك وممكن تنسب شخصك الحالي ل يعني في الشغل ولا لتعليمك الحلو ولا لما عارف الكتاب اللي أنت قريته لنفسك وطنك وبلدك بلعب دور فهو سودان كوني أنا حاليا بس في نفس الوقت ما بقدر أخليه تسبوت جميع بعدها لأنه بحيث أنه فيه حيكون حيهريني أكتر وحيزي يهلني أكتر جات مرحلة أنا ما بحيب أتعب على أخبار حاليا ما دير عارف ما نفسي ما نفسي يعني لأنه في ما يضم ترسل منه قل لي خلاص الجهة الفلانية بكر رح يكمل الناس دي قل لكم منه أوكي كمل وهو بعد هياحصل شنو كل قوم واللعم القلب بس بهجع للناس الهناك وانت ما قادر تعمل لهم حاجة بتحس أنه يعني وطنك اللي انت بتحبه ده بالعليه وناس ما عزل يقعد فيه وهو بس كده ما سكن وبعزل فيه دوع وانت من برا قاعد تحب فيه دي دي شنو على علاقة التوكسيك دي برجع البكرة دي أنا مستعدة أرجع بس أحزب الأمان يعني مش بيتي ما فيه حاجة وفاضي برجع ببنيه من الأول ببنيه وبرجع حس لو قولي بكرة السودان أول خرطوم دي ما فيه دعامي وفيه أمد وفيه مستشفيات بس الحياة ترجع ترجع زي ما كانت ما حت ترجع زي ما كانت لكن يعني يعني يبدو لك أنها ترجع اللي هو أمني أمني حتى الأمد يكون فيه أم أنا مثلا أنا قاعدة في بيتي مع أي ولدي فيه أمني أنه أقاعد أعيش في بيتي أطلع مثلا حسي أمشي شو هذا زي ما كنت بمشي أجيب عيش أجيب خداري أمشي السوق جنبي مشيت السوق دي كله ثلاثة أربع يوم أنا بمشي السوق بقط حياتي بجيبه أمشي أجيب أمشي أجيب جانضي بطلع أقدي معادي بمشي حسي أنا ما عندي أمن عشان أمشي لكن الليلة لو توفرت لي الحاجة ما ضروري يكون عندي عفش في البيت مش عفش شالو أي حاجة شالو أنا برقع ببكرة بس يكون في أمن مستعد دا رقع وبنفس الطريقة التي أجيبها ما يعني أن يكون في مطار بالبصدحة رقع من برسودان رقع تاني غيرت الخرطون البيت ما خلاص بيتي زي ما يدعم البيت وانتي حسي أنا بقول أنا لو رقعت السودان بيتي زي ما كان مية صحن وثلثمية حل لا أقول لهم اثنين ملايتين في الغسالة وملايتين في السرير وصحنين وكوبايتين ولو جوني ناس بمش أشتري لهم تاني لكن الكمية أنا مقتربة قدت لي 35 سنة في السعودية ما حمش أجيب الحاجات دي كلها تاني أجيب من السعودية ما عندي إمكاني عشان أجيب من السعودية فحاعيش بواقعي بس هم بلي من أي حياتة أنا السعودان أنا هناك اتفنت لي عاي يعني 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 مهما كانت الحياة برا سمحا واللايف ستايل عظيم وحألقى وكب ليه كل شي بعمله هيلثي هشرب مويا أنضف وحمش نادي أحسن وحعش بيت أحسن وحيكون في تكسيم دي اليوم أحسن لكن بالنسبة لي كل ما بسوى يعني ياهو يغمس للسودان أو يعني حلاوة الحاجات الأستيان كنت بتذكر فيها دي يعني يعني كل ما بسوى صلاة تراويح فيها الختمية ينبان قدوس قدوس رب الملائكة والروح وتشفع بمسيك المايك وزولة بتسمع المايك يعني زوجتك فقبلت يوم اليوم على الساعة ستكد تسمع من الجامع هذا صحيح من الدوم تلقى دعاك يتبقى صوبصي الجامع ما في حكوم بتقول لزولة تتزعي في ناس نحن سعيدين بل بنعمل في هذا ونحن نحن سعيدين هذا دفنت لي رجع السودان السودان سودان في السودان يعني نفسي سبيل السودان لما الكهرباء تقطع 12 ساعة لدي مشكلة مع الكهرباء يعني كبير الكهرباء بالنسبة لي حاجة صعبة لكن هاي دائرة رجع سب بلدي وانا بلدي أو سب بلدي أو أو يعني يعني بوط الحاجة في وانا داع الجوع لكن راجع السودان راجع وحاكمل حاكمل مسيرتي اللي أنا بعمل فيها وحاكون جزء من النظام التعليمي السودان وما أحلام لكن I see myself بكتب في حاجات لأنو أنا واحدة من أكتر الحاجات اللي عملت لي mind blossoming لما قاعدت قريت عنها وشفت قدري شنو هي كنز ومكتبت كنز بختار رضا عايز أرجع عمل انتين شفي بختار رضا وعايز أمشي أكون جزء من من ال ديسيجن ميكر بداعي للمنستي عشان نقعد نعمل بزرع لمنهج جديد شكل مختلف لطفولة مختلفة لصناعة أجيال أكثر ثباتا وإثباتا أكاديميا وأخلاقيا واجتماعيا بطريقة سودهانية ما بطريقة متلوينة يعني فبالنسبة لي دار أكون جزء من الحاجة دار أكون جزء من أكاديميا 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 للأجيال الجاية داير أقول للناس كيف أن نجيبوا أولاد لكن أكاديم أن نجيبوا أولاد تعريف الحاجات جوا يختلف الوطن الحنين الشوق الشوق يتحول لفق الشوق ما بيقى للناس الانت مطول منهم وبينك وبينهم مطار محروب وإنما للناس الفاقد التواصل معهم ناس كالغرقانين بعيد عنك في هموم وأحزان ومشخصية بعد سنة من الحرب بقدر أقول أن حياة تغيرت تماما حياتنا كلنا كسودانيين تغيرت للأبد وكله زول في اتجاه مختلف وبطريقة مختلفة بودكاست الحلو والمر كان محاولة لتوثيق تجربة السودانيين مع الحرب أتمنى أكون قدرت أن قل بيها جزء من ذاكرتنا ومشاعرنا وأتمنى تكون وصلتكم كنت معكم فيها أنا تسليم ذهب وضيوف الأربعة شكرا للأصدقاء اللي ساهموا باراؤهم ومقترحاتهم في بناء الحلقات تحريرة صفاء سلامة في الهوية البصرية وشكرا لإستماعكم متابعين ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة